أنها تركض على أمتنا الهبى يبلغ طالن فلمات ولا عرض النار وكان زباد هلال قطة مضر السحى يبلغ شاهة من قطرها تستجنى سعد عين اللي له الكاسي تسنى سنع المدن واللي راحا ضايم من فضى النمس بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية ها هنا انطلاقة شوطن العاشر الخاص بالقعدان الحكاية والأربع كيلو مترات الحاضرة في هذا المساء الجميل في ثاني أيامنا من ضمن هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا مهرجان سيدي خاتم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العسيس آل السعود حفظه الله ورعاه من كل سوءنا ومكروه يا رب العالمين من هنا من درة الميادين من ميدان الجنادري يستضيف هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا أتقدم مع مقدمة شوط المركز الأول الصدار نواف نواف على المركز الأول شعار سيدي صاحب السمو والملاكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل السعود يقدم لنا نواف بمتابعة ناجي بن محمد بن ناصر الغفراني في عملية التضمير بينما المركز الثاني من غير وتسلل إلى المركز الأول العدملي على المركز الأول فالح بن فهد بن ناصر الهاجري يقدم لنا العدملي بينما المركز الثالث مرحبا يا مالكي مناسبات مرحبا يا مالك شاهين يقدم لنا شاهين بعدما قدم لنا مناسبات في هذا المساء عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفائدي الجنية يتقدم بنايف ويبحث عن النقطة الثانية في هذا المساء الجميل شعاري بن روشد المركز الرابع من الجانب الأيمن وصلاب بارك بن علي بن مالع بن دواس العجمي يقدم لنا هداد وراقدو من خاتم إلى مقدمة الشوط وشعاري بن ذرو من غير مجريات هذا الشوط مع انطلاقة الفارس من فرس بالصدار شعار فهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروه البريدي القادم من دولة قطر الشقيق نرحب بجميع الضيوف من أتوا من أجل هذه المشاركة الأخوية في هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه من كل سون ومكروه يا رب العالمين العوت إلى المقدمة والعوت إلى الصدار وشعار العدملي مع مقدمة الشوط فالح بن فاد بن ناصر الهاجري شعار بالكيل على المركز الثاني يقدم لنا غير يوف وشعار مبارك بن سعيد بن محمد بالكيل الحامري الحامري يتقدم الحامري على المركز الثاني ولكن بالرشيد بالرشيد عام الله نواية هذا اليوم في هذا المساء ثلاثة نقاط في هذا المساء يبحث عن النقطة الرابعة يبحث عن السابر هاترك مع الواري ومع رايق ومع انطلاقة خيال الآن يقدم لنا في هذا اللحظات سلهود راشد بن علي بن عباد بالرشيد الكتبي ينطلقون شعار الكتبي وينطلقون أخوانا بدولة الإمارات العربية المتحدة شعار بالرشيد وانطلاق شعار بالرشيد ولكن شعين أو شعار في هذا اللحظات سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة ولكن العودة العودة إلى مقدمة شاط العودة إلى شعار بالرشيد ولكن الهندواني الهندواني قادم سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة والشعار الشراب مع انطلاقة الرمح الرمح ولكن بالرشيد بالرشيد وشعار الشراب يا سلام الضيوف يتنافسون من أجل النماس ومن أجل النقطة الثمين في هذا المرجل الكبير وشعاري بالرشيد شعاري بالرشيد السابر هاترك السابر هاترك لشعاري بالرشيد وإلى شعاري بالرشيد وإلى السلامات إلى دانة الدنيا دبي إلى تحفة الميادين إلى ميدان دبي ميدان المرموم شعاري بالرشيد منتزعا وخاطفا النماسي على الشهد مع سلهود راشد بن علي بن عبيد بالرشيد الاكتبتانينا والنماسي بالرشيد على ذلك الفوز التصار الرمح حضر على الملخز الثاني شعار حمد بن محمد بن عليباء الشراب القرح حضر على المركز الثاني المركز الثالث إذن متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء المركز الثالث والرابع والخامس لحظات مع الإعادة إذن متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء مشاهدين الأعزاء تهانينا والنماسي لمالكي شعاري سلهود راشد بن علي بن عبيد بالرشيد الاكتبية واسعد الله مساكيا بالرشيد تهانينا والنماسي والسلامات إلى أخواننا بدولة الإمارات العربية المتحدة وإلى دانة الدنيا دبي إلى ميدان المرموم السلام من درة الميادين إلى ميدان المرموم تهانينا والنماس لكياب الرشيد عاد الفوز والانتصار التوقيت الزمنيس خمس دقايق ستة وخمسين ثانية اثنعشر جزءا من الثانية هكذا توقيت سلهود الرمح حضر على المركز الثاني حمد بن محمد بن علي الشراب القرح ست دقايق وثانية واحد وسبعون جزءا من الثانية المركز الثالث غرياف مبارك بن سعيد بن محمد بالكيلة العامل ست دقايق ثلاث ثواني اثنين وسبعون جزءا من الثانية المركز الرابع فاد بن جابر بن حمد بن جابر الحنزام مع عتيم حضر على المركز الرابع الهندواني على المركز الخامس سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة حضر على المركز الخامس مع الهندواني اثنين ونماسي المالك سلهود راشد بن علي بن عباد بن رشيد الاكتب منتزعا وخاطفا نماسي هذا الشوط ونقطة ثمينة في هذا المهرجان الكبير المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا مهرجاني سيدي خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سن ومكروه يا رب العالمين متابعين الكرام مشاهدين الأعزاء نوال إخوانا الفائزين بأشواط الذهب بأشواط الكوس التتويج بعد نهاية هذه أشواطنا في الفترة المسائية التوجه إلى المنصة الرئيسية تانينا والنماس لجميع الفائزين متابعين الكرام ومشاهدين الأعزاء شوطن القادم وشوطن الحادي عشر الخاص بالحقائق البكار والزميل